أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة حدائق العاصمة بمثابة مجتمع عمراني متكامل تم إنجازه في أقل من 18 شهرا وخلال تفقده عددا من المشروعات بالمدينة أوضح مدبولي أن مدينة حدائق العاصمة تتضمن حاليا 30 ألف وحدة سكنية مشيرا إلى مواصلة العمل على إنشاء 70 ألف وحدة لخدمة الشباب وتحقيق نمط الحياة المناسب لهم نحن النهاردة في قلب أول حي متكامل بينتهي بالكامل من المدينة في أقل من 18 شهر الحي ده زي ما حراركم شايفين هو جزء من برنامج سيادة الرئيس سكن كل المصريين مكون من 30 ألف وحدة سكنية عشان بس يعني نبقى حاسين بالرقم 30 ألف وحدة سكنية ده كان بيبقى إجمال ما يمكن أن تقوم به الدولة المصرية سابقا في إنشاؤه في سنة واحدة قبل 2014 كان هو ده المتوسط لكن إحنا مجرد في حي واحد فقط من واحدة من المدن اللي النهاردة الدولة المصرية كلها بتبنيها وبتبنيها لشبابها والمحدود الدخل والمتوسط الدخل لأن النهاردة هذا الجزء من المشروع الحي ده حي متكامل شفنا كل الخدمات اللي موجودة النهاردة ويمكن يعني أثناء الزيارة يعني وجهت كل الوزراء المعنيين بتبدأ تشغيل كل الخدمات اللي موجودة سواء وحدة صحية ومدارس وملاعب وكل المنشآت اللي موجودة إن شاء الله